موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حالة التقس اللي ننتظرها هذي الجمعة ان شاء الله اللي يفكروا مع الفجر هم من الحال الشباب على معظم المناطق تعملنا بيستنتهى على السحر الوسطى خاصة من بين المنيع وعين صالح وتميمون هنا شوية ريح يقدر يكون شوية زوابة عملية مع الفجر وكذلك سممولة بدأ على اقصى الجنوب خاصة ولاية برج باجي مختار عينقزام حتى بعد المناطق تعمل هوقار والتاسيلي نشوفوا الوضعية كيفاش راح تكون خلال الظاهرة ان شاء الله النشاط الرعدي دائما على اقصى الجنوب خاصة على منطقة برج باجي مختار وعينقزام وعين ازواغ ويوم كتفة على التاسيلي زوابة عملية دائما على السحر الوسطى درجة الرياح ما على الشمال وايضا شمال السحر الواحد منطقة صورة الجنوب الغربي لحال شباب يكون جزء لدرجة الحرارة انتظروها صابحت هادا الجمعة ليبكروا 33 و30 على السحر البسطى وايضا على منطقة غارج بلد حاسيمونير وتندوف وفورلوتفو واملعسل حاسيخبي كذلك 30 إلى 31 درجة بني عباس منطقة بني والنيف بشار وارغ لامة بين سواعشين و30 خاصة منطقة حاسيم سعود وربض من نص عشرين على كل مدن تعليه داب العليا من قسمتنا حتى تقريب للبيض مروا من 23 إلى 24 درجة كل من قلمة إلى مشلف تزيوزو 23 على العاصمة و21 بعنبا و24 إلى 26 درجة على الهوغر والتاصلين ودرجة الحرارة خلال الظاهرة تقارب 49 درجة خاصة على ولاية أدرار وولاية تندوف 48 كل من بشار وأيضا بني عباس وعين صالح 40 إلى 39 على الهوغر والتاصلين 48 في بورج باج المختار 46 كل من غردية الواد توقوت 47 إلى 48 كذلك هذا منطقة حاسيم سعود روض النص ومنطقة ورغ لـ 31 إلى 33 درجة على الولايات الساحلية الوسطى 34 على الهوغر 40 إلى 42 درجة كل من غير يزان شلف عين الدفلة كذلك السيغ ومنطقة تزيوزو البويرة قلمة حوالي 41 درجة هي ومنطقة سوق هراس واتبسة لكن جوزوين يلملحها والصيد البحري المحارة هو من يكون شباب رياح ضحيفها ما بين 10-15 كيلومتين الساعات جاءت مختلفة رؤية هيلة وحارة المياه حوالي 26 إلى 27 درجة مئة أو يعمل إشاعة سمشية عشرة على عشرة كالعادة نختم هذه النشرة جوية دائما بهذه المعلومات الفلكية نبقى لغنقوا لكم ربيدون قصلكم مع برابيتش شيروك اشتركوا في القناة